وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن تدمير واعتراض طائرات مصيرة أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية بالمملكة العربية السعودية قالت تحالف إن هجوما عدائيا استهدف محطة تحليات المياه بمنطقة الشقيق ومنشأة أرامكو بجزانة ومحطة كهرباء ظهران الجنوب شددا على أن تصعيد ميليشي الحوثي بهجمات عدائية تستهدف منشآت اقتصادية وأعيان مدنية يعد رفضا لجهود ومبادرات السلام والدعوة الخليجية في هذا الصدد